الحب له ثلاث تجليات عشان الناس ما تفتكرش ان الحب الناس تفتكر ان الحب معنى ايه؟ ان الواحد يحب فقط بمعنى يشعر لا احنا عندنا تلت تلت مسارات للحب المسار والتلاتة لازم يحصلوا اذا كنتم محب اول مسار الحب لله تاني مسار الحب للنفس تالت مسار الحب للناس ليه طيب حد يقول لي طب انا فاهم الحب لله طب انا وازاي يكون الحب للنفس ما لو لا الحب للنفس لما كان واجب علي ان انا ارحمها لولا حب للنفس ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها طب مين المفلح ده الذي يحب نفسه فيزكيها يعني بيعمل على مصطحتها يبقى اذا هناك حب للنفس نعم حب للنفس بمعنى ان انت تحب لها الخير فتحب بقى ان انت تغير طب ازاي يتحقق بقى الحب الحب بتحقق بتلت حاجات برحمة من تحب بالسعي في خير من تحب ارادة اخراج اجمل في من اجمل شيء في من تحب يبقى الرحمة والخير والجمال ازاي ده تعالوا نشوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا الرحمون ارحموا من الرحمن تعالى ارحموا من في الارض لا يؤمنوا احدكم حتى يحب لي اخيه يبقى اول تطبيق للحب هو الرحمة ان ترحم من تحب ومن الرحمة ان انت ما تشتتوش مثلا ما ترهقوش ما تعزبوش وكمان الحاجة التانية من الرحمة ان تطلب له المزيد في الخير والمصلحة والنعمة والعمرات وعشان كده ايه لا يؤمنوا احدكم حتى يحب لي اخيه ما يحبه لنفسي في رويت الامام احمد بيظهر ان انت تحب له الخير يبقى اهو معنى الحب ان انت تحب له الخير مزيد من النفع مزيد من السعة مزيد من الفضل حاجة التالتة ان انت تحب له الجمال ان انت تخرج اجمل ما فيه وإيه اللي يحصل فتخرج منه ايه تخرج منه الطاعة تخرج منه التفاقل تخرج منه الامل كل ما تعمل ده هتلاقي ان انت بقيت ايه بقيت بتحب الأخيك ما تحبه لنفسي لان الناس في الحب على فكرة في بتبقى لهذا الحديث ثلاثة أصناف السن في الأول رجل يعيش بالحب وده ينجو هذا ناجن الذي يعيش بالحب له لله ولنفسه وللناس ده ناجن هذا ورجل لا يعرف معنى الحب ما فيش في حياته حب وده هالك من قال هلك الناس فهو أهلكم السن في التاني ده هالك يبقى الأولان يناجي والتاني هالك الذي لا يعرف معنى الحب ورجل يحاول ان يعلم وان يصل الى الحب فهو على وشك ان ينجو اه ده واحد بيحاول ينجو فده على طريق النجاة فلذلك لازم الناس تعمل كده فمقصود حضرة النبي من الحديث واضح ان من جملة خصال الايمان الواجبة ان يحب المرء لاخيه ما المؤمن ما يحبه لنفسه ويكره له ما يكرهه للنفسه ولو دازل من قلبه فقد نقص نقص ايمانه واعتلاقي فيها حديث كتيرة فكرة نفي الايمان عن من لا يأمنه الناس فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه الايمان فده جزء من معنى ان هو يحب لاخيه ما يحبه لنفسه انا بحب لنفسي الامان وتحب لجارك الامان واضح ان الجار اللي بيأذي جاره علشان مش بيحب لاخيه ما يحبه لنفسه وبيأذيه فهو مش مؤمن ايمان كامل وكمال حديث من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت مفهومه انه مش هيقول خير ومش هيصمت عن الشر غير المؤمن كامل الايمان فشفتم حضراتكم خطورة فكرة ان انت تكره الخير للناس او انك انت تفتح باب شر عليهم ده ممكن يوصلك الى قلة الايمان وضعف الايمان والله اعلم هيوصلك لايه بعد كده فالموضوع يا جماعة مش سهل ومش مجرد حديث كلنا حفظينه لا ده الحديث ده وان كنا حفظناه احنا صغيرين بس كان المهم ان احنا نترب عليه واخنا صغيرين ان فيه قيمة مهمة منحس احيانا انها بتختفي من مجتمعاتنا وبدأت تتلاشى خصوصا في اسمات الانسان المعاصر السبعة اللي دايما بقولها لحضراتكم واللي اولها الفردانية اشتركوا في القناة